اشتركوا في القناة ساعة 12.30 إلى 3 اليوم وطبعا بعدين نقلا للصلاة الجمعة وان شاء الله يكون جمعة مباركة على الجميع وبدأ أقول لكل الأشخاص طبعا أن الحياة حلوة وطبعا أن الإيجابية كمان أحلى ونحن كلما بنكون عم نتحلل بالإيجابية والابتسامة ودايما الأفكار الحلوة دايما حياتنا بتتقدم لقدام ودايما حياتنا بتكون فيها نوع من راحة وبسمة وسعادة ولكل الأشخاص يلي عندهم اليوم مهمات صعبة عادة نحن منقول مصبح بالخير ومنقول إن شاء الله يكون نهاركم حلو وسعيد للكل بس نعرف أنه في أشخاص كمان ممكن يكون عندها مهمات اليوم أو ممكن يكون عندها قصص عم بتحلها أو يمكن حيا الله شيء واقف مشاكل يمكن عندهم نقول لكم جود لك وإن شاء الله دايما بتكون حياتكم لقدام ميحة نيحة وكمان يعني ما بتعته له هم شيء وبيكون كل شيء متل ما أنتوا بتريدوا راح قول صباح الخير كمان للشيف حسين صباح الخير صباح الخير لا كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله كتر خير ألا قدام هم الإيجابية عند الإنسان؟ كتير طبعا أكيد صح راح نرجع لعندك أكيد كعم يأكد على كلمة كتير تمام ما بده قول أكتر من هيك خلصت راح نرجع لعندك أكيد مع الوصفات طب ولك صح وأكيد معادة وقفات ولكن هلأ بنعمل الجولة سريعة لحتى نشوف شو بتتضمن حلتنا اليوم بحلة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن آخر أخبار المودة مع هادية عالمودة ضيفتنا بتعرفنا على نشاطات جمعية سبرينغ أوف لايف شو صار بقضايا المتوفية جراء العنف المنزلة بكفا شو الحلول للزوجة اللي بتنق مع مايا ببيت بيوت ضيوفنا بيعرفونا على مؤتمر شؤون المرأة العربية بنقابة المحامين ببيروت ورشة ملح مع الشف حسين على وصفات جديدة وشهية فإذا هول هن فقراتنا وأكيد منوعين وضيوفنا اليوم كمانا اكتار وبفقرة مايا لنق فأكيد رح يكون فقرة كتير ممتعة لأنه بتصور مش بس النسوين بتنق نسوين ورجال كمانا بينقوا بس نحط بس أكيد مايا حتفسرنا اللي عم نحكي عن النسوين مش عم نحكي بس عن الرجال رح نعمل أكيد هلأ جولة سريعة بالأبراج لحتى نشوف كمان شو بيتضمنوا حظوظنا لليوم ونكفي على مصطباح صبحكم الخير يوم الجمعة 27 أيار مايو يوم الأمر مرافقنا من برج هوائي برج الدلو يعني في عنا اليوم مثلث فلك هوائي بين الأمر والشمس هذا معناتها في تأثيرات رائعة للأبراج الهوائي الدلو الجوزاء وأيضا الميزان كيف رح بتكون كل الأبراج مبلش مع برج الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برج الحمل صحيح أنت برج ناري لكن تستفيد أيضا من هالتأثيرات الموجودة اليوم الأجواء اليوم احتفالية عندك أجواء حلوة خفيفة نظيفة وأيضا فيها تعاون وأيضا فيها انسيجام الأكثر حظا موليد أدار مارس 1-2-3-4 نيسان أبريل ننتقل لأ برج الثور بالنسبة لأ برج الثور الجو اليوم بيحطك أمام أمر واقع بيحطك أمام واجب أمام مسئولية فيها تكون عائلية فيها تكون اجتماعية ويمكن أيضا مالية فبدك تنتبه اليوم دك تعمل حساباتك لكن أيضا مطلوب من مولود برج الثور اليوم أنه يطول باله في حال كان عنده اجتماع مهم أو مؤابلة مهمة فيه امتحان وفيه تقييم لألك بتضل الموليد الأوفر حظا 3-4 أيار مايو ننتقل لأ برج الثورة حصوصك رائعة كتير اليوم تفتح قدامك أبواب لتعلم ولخوض تجارب جديدة الأجواء مسهلة جدا باعتبر هيدا نهار مناسب وضروري يكون في إلك حركة لتيسير أمرك أي مسألة معقدي ضروري بين اليوم وبكرة تشتغل عليها لأنه الحظ متوفر بقوي الأكثر حظا 21-23 أيار مايو بنكمل مع برج السرطان بالنسبة لبرش السرطان اليوم في إعادة نظر بها 3 أيام اللي ما رأوا كل الأخطاء كل اللي صار سواء كان الحق عليك أو الحق غيرك اليوم لازم تعيد النظر فيها لازم اليوم يصير في إعادة ترتيب للأولويات لازم تجدد لازم تاخد خطوة إلى الأمام ولازم تتعامل مع الأمور بليوني وبديبلوماسي هيدا هي حكمة يلي بتطلع فيها من بعد ما مرأوا عليك 3 أيام ما كانوا سهلين الأكثر تعبا بعده 10 تموز يوليو بنكمل مع برج الأسد اليوم مولو برج الأسد بيحس أنه في شيء عبين طبخ ضده بيحس أنه في شيء مش زابط بيحس أنه في ضغط عليه مش بالضرورة تكون أمور سلبية كل يوم تقريبا الإنسان بيمرؤ بمرحلة في خاصة في منافس أو في حدا بيسأله أو مساءله وبالتالي هيدا الشيء موجود اليوم أهم شيء بيعملوا اليوم مولو برج الأسد أنه يتعامل مع الأمور بكل تواضع من دون ما يفرض رأيه على حدا أو من دون ما يعمل مشكل مع حدا الأكثر تعبا هو مولو التموز يوليو بنكمل مع برج الأسد مولو برج العذراء بيرجع بعد مقضة ثلاثة أيام شوي مريحين بيرجع مولو برج العذراء للواقع بيرجع بيلاقي حاله أمام وجبات عديدة متنوعة أمام جدول عمل كتير كبير أمام مسؤوليات كبيرة ويمكن بيرجع لشوية هموم ومش بس اليوم عندك تقريبا أربعة أيام وراء بعضها بده يرائب فيها حاله مولو برج العذراء وين كان وين رايح وشو وضعه الحالي بعض موليد برج العذراء يمكن يهتموا بمسائل صحية أو يمكن في عمل جديد لألون خمسة إلى تمانية أيلول سبتمبر الأوفار حظان ما نكمل مع برش الميزان؟ مولو برش الميزان أنت بتبكل هالمثلث الفلكي يعني الزاوية الثالثة هي برش الميزان الجو اليوم كامل متكامل لألك بيعطيك غنى نفسي معنوي وأيضا بيسهل أمور الحظ بالنسبة لألك مولو برش الميزان فيك تكون كسول خمول وما تعمل شيء وبحق لك لكن من الحكمة اليوم أنه اليوم تقوي حالك وتحمل أصعب قضية عندك إيها وتشتغل عليها لأنه بين اليوم وبكرة بتصير لألك الأوفار حظا موليد أيلول سبتمبر منكمل مع برش العقرب مولود برش العقرب بدك تكون واعي لمسائلك الخاصة يمكن مريض تعبين من جاهل مسألة معينة يمكن أحد أفراد العائلة مسألة منزلية أو عائلية انتهي ملا حان الوقت لتلتفت له ومش هيك يعني أبو جنب حان الوقت لحتى تعيره كل الاهتمام وحتى تعالجها للآخر هذه فترة زمنية بيطر فيها مولود برش العقرب لا يقعد بالبيت أو يقعد بالمكتب فقط لحتى يعالج هالأمور يلي كان هملة وبالتالي ما تستغرب أنه تظهر بعض المشاكل العائلية أو منزلية بيضلوا الأكثر تعبا مولود أكتوبر من انتقل لها برش القوس مولود برش القوس بنسبة كالمثلث الفلكي الهوائي ليش؟ لأنه بيعطيك حرية في التحرك بيعطيك قدرة لحتى تخترع لحتى تكون أنت يونيك ومميز عن غيرك يتمتع اليوم مولود برش القوس بجرأة في المواجهة بتجاوب منك قليل جوابك تحت باطك بس بدك تنتبه أنه كلامك يمكن يكون اليوم جارح يمكن بمحله ويمكن أيضا يكون شوي مش بمحله انتبه على كل كلمة بتقولها امتحانات رائعة سرعة بديها مميزة الأكثر تعبا خمسة سنة ديسمبر ننتقل لبرش الشدي لا خوف على مولود برش الشدي لكن اليوم تظهر مصاريف اليوم مولود برش الشدي بيرجع بعيد حساباته اديش معه ادي بده وشو عليه اديون مولود برش الشدي يمكن اليوم يصرف على حاله فقط لأنه طالع بيله أنه يكافئ حاله او يمكن يضطر انه يصرف على حاله أدوية او مدوات او يمكن وقاية بعض موليد برش الشدي بنقشه اليوم مسألة راتب ما او دين ما سبعة تمانية كانون التاني يناير الاكثر تعبا ننتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو اليوم وبكرة يومين كتير مهمين مش شوي مهمين بطريقة ايجابية مولود برش الدلو ما في شي صعب عليك ما في شي صعب عليك وما عندك ولا عزر لتقول ما ضبطت معك بين اليوم وبكرة الا ما تنقش معك وبالتالي مطلوب منك التحرك التحرك بقوة وبقوة حاسمة ونهائية بين اليوم وبكرة تنحسن بعض الأمور تتوضح أمور غامضة وايضا تنحسن المسائل العالقة تحرك في أخبار حلوة بانتظارك خاصة إذا كنت من موليد كانون التاني يناير بنكمل مع برش الحوت مولوب برش الحوت نبهتك نبارح أن الأجواء هي للابتعاد عن الأضواء اليوم النهار بتحس حالك أنك زهقان بتحس حالك تعبين بتحس حالك أنه ديبرست فرسريتد أمالك خائبة كل الأفكار السوداء والمشاعر السوداء اليوم معقولة تهبط لك معنوياتك لكن فيك تحول الأمور لإيجابية بمعنى أنه أوكي ما في شي اليوم عم بيصير ما حدا رح يتألفن لي كل تكي عينك على سلولير ما في جواب طفي ارتاح اليوم خده إيجازة كليا ننهار كلي للإيجازة و للارتياح إذا مضطر تشتغل اكتفي بعمل كتير بسيط وما تزعج حدا لأنه ما تنسى أنه ما في حظ إذا بدك تعمل مشكلة اليوم تلاقي حالك بهوة وين بهوة وما في حدا يشيلك منه بهاليومين قعد عائل عمول شغلك ما تستفز حدا وما تاخد قرار ولا شي الأقل حظا مولود 2-3 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم سنة كتير حلوة هايدي السنة بتفتح قدامك مجلات لتتعلم لتزيد كافياتك لتسافر لتروج لمشروعك لتشتغل على تاز معينة على الماستير أو الدكتوراه هايدي السنة بتخليك تكون إنسان سعيد مبسوط ومرتاح وعم بتتعود عن كتير مسائل صعبة عانيت مننا مثل 2015 حزيران يونيو أكتوبر شباط فبراير أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة براجي تي دي باي باي هابي برس دي تو يو هابي برس دي تو يو هابي برس دي تو لاما هابي برس دي تو يو عبال الميه إنعاد عليك منحبك كتير ومشانا بيقولوش دالك فوق راسنا دالك فوق لكنا يس فإنعاد عليك أحلى لاما وإن شاء الله تنعادل هالأيام ومنشوفك مثل ما دايما بيلبق لك أحلى وأحلى رح نتوقف مع بريك ومن بعدها منكون مع مصامم الأزيق إليا عويد يلي رح أكيد تستضيفه هادية فخلوكن معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر